بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ومبطن اللهم بارك لنا في أسمعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشيخنا وعلمائنا وسائر المسلمين وتضع لنا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد نكمل براءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقضي أبو شجاع لفقه السادة الشفائية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين اليوم الجلسة الثلاثين في هذا الكتاب وبداية كتاب الصيام فقد انتهينا الحمد لله من أحكام الطهارة ومتعلقاتها وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة فاليوم نبدأ في كتاب الصيام كتاب أحكام الصيام يقول الصيام وهو والصوم مصدران صام يصوم صوما وصام يصوم صياما فهو فعل له مصدران صيام وإي وصوم فالمعنى واحد لغة معناها الإمساك يبقى الصيام في اللغة معنى الإمساك إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني أنتنع عن الكلام صوما هنا في سورة مريم تقصد به الامتنع عن الكلام وكانت في الأمم السابقة يتعبد بالصيام عن الكلام فالصوم عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم السابقة كلها ربنا في القرآن بيقول سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهو عبادة قديمة لكن كيفيتها تختلف من شريعة لشريعة فنحن لها طريقة مخصوصة عبادة لها طريقة مخصوصة ولها زمن مخصوص فرد الله الصيام صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فرد صوم رمضان وكان مفروض الصيام قبل ذلك ولكن لا شهر رمضان ولكن صيام يوم عشراء على سبيل الوجوب الاختياري وليس الوجوب العين فكان يصوم يوم عشراء مرة في العين على سبيل الفرضية قبل فرضية رمضان على سبيل الوجوب الاختياري يعني هو مختار أن يصوم أو يطعم مسك وظل الأمر هكذا حتى العام الثاني من الهجرة فناء في شعبان نزل قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى للقرآن فمن شهد منكم الشهرة فليصوم هذه الآية نزلت في شعبان في السنة الثانية من الهجر فصار الواجب هو شهر رمضان على الوجوب العيني للمستطيع وليس على الاختيار أول آيات القرآن بتقول إيه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام ميسكي يعني على الذين يطيقونه بصعوبة أو بشدة له أن يفدي بطعام ميسكي يعني في نوع من الاختياره هذا كان في فرضية سيام يوم عشراء بعدها مباشرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ما قالش بقى وعلى الذين يطيقونه فيدي ما قالش خلاص شال الاختيار كويس يبقى إيه رفع الاختيار سيام رمضان مر بعدة مراحل في الأول كان الإنسان لو نام قبل غروب الشمس ثم استيقظ أثناء الليل علي أن يواصل للسيام واضح فلا يقرب الطعام يعني لو غرب عليه الشمس الصائم وهو نائم ثم استيقظ لا يأكل بيس كان في الأول كده فشق ذلك على الناس فربنا سبحانه وتعالى أباح لهم الأكل في الليل وكان أيضا لا يجوز له إذا نام قبل إذا نام بعدما أفتر لا يقرب زوجته حتى ولو لم يطلع الفجر فرخص لهم بعد ذلك وصار سبحانه وتعالى يسر للناس وقال بعد آية ولي تكملوا العدة ولي تكبروا الله على ما أداكم وحل لكم ليلة الصيام قرفتوا إلى نساء كي بقى حل الأول ما كانش حلال وليلة الصيام الرفص إلى نساء يبقى عرف نحن الصيام مر بعدة مراحل في التشريع واستقر على ما نحن عليه النبي صلول صلان دسع رمضانات دسع رمضانات صلى الله عليه وسلم النومات في العام العشر صلى الله عليه وسلم وهي فورد شهر رمضان في العام الثاني من الهجو يبقى النبي صام دسع رمضانات واحد منهم تلاتين يوم وباقي الرمضانات كلها دسعوارشين يوم يعني واحد من التسعة رمضانات النبي اللي صامهم كانت تلاتين يوم باقي رمضانات اللي صام النبي كلها كانت تسعة وعشرين يوم دي معلومات بسيطة كده يعني ايه بنفتح فيها الكلام له بتبع ساعات لطيفة للي هو يعني غاوي الحواشي عند الشفعية افضل الشهور رمضان الشفعية وبس وكثير من مذايب المسلمين افضل الشهور رمضان يلي محرم يلي رجب يلي ذو الحجة يلي ذو الحجة ذو القعدة ثم شعبان ثم سائر الشهور بعد ذلك متساوية بالطبع تترتيب عند الفقهاء يجب افضل الشهور رمضان لانه فيه كمان ليلة خير من ايه من الف شهر لليلة القدر فبيرجح بسائر الشهور بيزي الليلة بجانب انه محل عبادة والصيام عبادة يتعبدها كل المسلمين اما الحج فلا يتعبدوا الا الغني القادر والزكاة لا يتعبدوا بها الا الغني فقط لكن الصوم والصلاة معظم الامة تتعبد الله فهو عبادة كبيرة يبقى احنا اقولنا الصيام معنى ايه؟ معنى لغة الامساك وشرعا امساك عن مفتر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم فعريف مهم تاخد بالك امساك عن مفتر بنية مخصوصة علشان لازم ينوي الصيام لان لو واحد يمتنع عن المفتر دون نية ما يبقى صايم شرعا ويكون صايم لغة لكن شرعا لازم بنية يعني واحد عامل رجيم فمن الفجر لحد العشاء ما يرداش يأكل لانه الدكاترة قاله عشان تخس ما تاكلش ولا تشرب لحد العشاء ما اسموه صايم معنى ما اسموه صايم شرعا لكن اسموه صايم لغة واخد بالك فيبقى لازم النية المخصوصة يبقى امساك عن مفتر بنية مخصوصة امتى في الليل ولا في النهار جميع النهار مش جزء من النهار يعني من طلوع الفجر لغروب الشمس ده جميع النهار فمن يبقى الصيام شرعي لو هو امتنع جزء من النهار لابد ولو امتنع في الليل ما اسموه صيام شرع لان الصيام الشرعي لازم يشمل جميع النهار ومش اي نهار يكون النهار ده قابل للصوم لان فيه ايام لو صامها لا يقبل ولا صح صومه ويأسم كيومي العيد وثلاثة ايام التشرب شكرا يقول لك لازم يكون النهار ده قابل للصوم يبقى النهار يكون قابل للصوم بانتفاق المانع المانع الشرعي اللي هو في خمس ايام يوم العيد عيدان عيد الفطر وعيد الاطحى وثلاثة ايام تشريق يبقى خمس ايام في السنة ممنوع تصومه نهارهم غير قابل للصوم من مسلم من عاقل يبقى لابد لابد عشان ما هي نية مخصوصة شرط انه مسلم يبقى لازم مسلم وعاقل علشان يبقى الصيام الواجب ليس صحيح فالعقل شرط وجوب وليس شرط صحة العقل المقصود به هو حق يقول ايه يعني كان الافضل كان يقول مميز لان صيام الصبي المميز صحيح صيام الصبي المميز صحيح لكنه غير واجب واضح فكان حق يقول الايه المميز عشان يدخل الصبي المميز من مسلم عاقل ولازم يكون طاهر من حيد او نفاس لان الحيد والنفاس مانع من الموانع الشرعية للصوم فلابد من انتفاء المانع فلو صامت الحائد او النفاساء لا ينعقد صومها وتأثم فيبقى تعريفه امساكن عن مفتر بنية مخصوصة هنشوف احنا المفترات نشوف ايه بعدين والنية هنتكلم على النية انها بتكون مبيتة في الفريضة ويجوز انها في اثناء النهار في النفلة وشرائط وجوب الصيام ثلاثة اشياء وفي بعض النسخ اربعة اشياء شرط الوجوب الاسلام فلا يجب الصيام يعني وجوب طلب وان كان مطل ايه يأسم ويعاقب عليه الكافر لكن ما نقولش الكافر صوم لازم اقول الكافر اول اسلم عشان الاسلام ده شرط اللي هتصح منه النية فلازم يكون مسلم حتى تصح نية فالاسلام ده شرط وجوب والاسلام شرط صحة وشرط وجوب والبلوغ البلوغ ده شرط وجوب لكن مش شرط صحة لانه صح الصوم من المسلم من الصبي المميز يبقى البلوغ ده شرط وجوب وليس شرط صحة لكونه يا صح من الصبي المميز والعقل العقل شرط وجوب وشرط صحة اذا قلنا ان العقل لا البلوغ ده البلوغ فاحنا قلنا انه شرط وجوب لكن العقل شرط صحة وجوب البلوغ شرط وجوب بس وصحة ايضا لكن الصبي يصح منه الصوم ولا يجد ده بالنسبة للبلوغ انما العقل بقى المقصود بالتميز عشان نخرج المجنون والمغمى عليه والسكران واضح يبقى المجنون اذا جن الصائم ولو لحظة بطل صوم في اثناء النهار يعني قالوا دور جنون كده في اثناء النهار ساعة ولا نص ساعة وافاق في اثناء نهار سيامه بطل صوم كويس اه زي الصرع الصرع نعتبره زي الجنون كويس يبقى لو جن لحظة اثناء النهار بطل هذا اليوم وعليه ولا يجب عليه القضاء ان لم يتعدى بجنون لا يجب عليه القضاء ان لم يتعدى بجنون بخلاف المغمى عليه يبقى المدمون لانه رفع عنه التكليف فيبقى لا يطلب منه القضاء واضح لرفع التكليف عنه الا لو تعدى بجنون يعني تعدى بجنون يعني خد ادوية لما جننته زي المدمن المدمن ده يبدل ياخد في ادوية لما يحصل له خلل في عقل يبقى ده في الحالة دي يبقى هو ده متعدي انما لو لم يتعدى بجنون لا قضاء عليه واضح طيب نيجي بعد كده المغمى عليه اللي لم يستغرق اغماء النهار كله يصح صوه كان واحد صايم اغمى علينا الساعة فهو اقام صيامه صحيح خلاف المجنون طيب صالما لم يستغرق النهار كله لو الاغماء استغرق النهار كله بطل صايمه عليه الاعادة عليه القضاء واضح انه كان كأنه يعني غاب عقله يشبه المجنون في غياب العقل الواحد دخل في كومة غيبوبة واخد بالك الغيبوبة استغرقت النهار كله فمش حينفع منه صوت تازيل حال ولكن عليه القضاء يجب عليه القضاء لان المغمى عليه مش فقد عقله ده كان نائم قياسا بالنائم فلو واحد نام طول النهار عليه قضاء الصلوات واخد بالك والنائم لا يقضي الصوم لو استغرق نومه طول اليوم ليه لانه اذا نبها انتبأ انما المغمى عليه اذا نبها لا ينتبأ ففارق النائم في حاله وشابه النائم في حاله تهمت فالحتة الدقيقة دي تاخد بالك منها فارق بين النائم والمغمى عليه والسكران بتعدي عليه القضاء ويقتل صومه وعليه القضاء لان السكر نعم الجنون يقضوا عقله لكن اذا كان متعديا بسكري عليه القضاء لانه مسؤول يبقى الاسلام والبلوغ والعقل والقدر على الصوم ده شرط كمان مهم لانه لو كان ضعيف او مريض او شيء من هذا يبقى ايه لا يجب عليه الصوم وله ان يفتر ويطعم وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة فلا يجب الصوم على اضاد ذلك يبقى لا يجب الصوم وان كان يجب على المرتد ولكن لا يصح منه الا بالاسلام فلو واحد ارتد وبعدين ارتد 3 اربع سنين وبعدين يجع في الاسلام تاني عليه قضاء رمضانات اللي فات بخلاف الكافر اللي اسلم معلوش خضاء رمضانات اللي فات لاننا عندنا كافر اصلي وكافر غير اصلي الكافر الاصلي اللي هو كان اصله كافر ودخل في الاسلام فلا يطالب بفعل ما فاته انما المرتد يطالب بعد دخولي في الاسلام مرة اخرى بقضاء ما فاته من صلوات ومن ذكوات ومن صيام رمضان هو زود الرابع لان في بعض النسخ في بعض النسخ زوده الرابع دي اللي هي القدرة على الصوم والقدرة على الصوم وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة القدرة على الصوم فلا يجب الصوم على أضاد ذلك وفرائد الصوم أربعة أشياء هناخد دي النهاردة بس وننصر لفرائد الصوم فرائد الصوم أربعة أشياء الفرائد اللي هي الأركان أول حاجة النية ثاني حاجة الامساك عن الأكل والشرب ثالث حاجة الامساك عن الجماع ورابع حاجة الامساك عن تعمد القي سهلة نمسي كل حاجة النية النية تكون بالقلب وتكون لكل يوم في رمضان عند الشفعية إلافاً للملكية والأحناف فيجوز نية صيام الشهر كله في أول ليلة من رمضان ويستحب للشفعية أن ينوي في أول ليلة صيام الشهر كله تقليد الملكية والأحناف احتياطاً حتى لو نسي تبيت النية في يوم في أثناء الشهر يبقى إيه لا يطالب بالقضاء واضح؟ ونشكراً نحن تعلمنا الحكاية من مشايخنا وكنا نسمع عبائنا كان أول ما يأتي يقوله بكرة رمضان وتبني الرؤية يقوله نويته صيام شهر رمضان هذا العام لله تعالى وبعدين يقوله نويته صيام غدا من شهر رمضان وبعدين يجي يفطر أول يوم مع كل فطر يقول لهم من لك صمت وعلى سكي أفترت ذهب الضمة وابتلت العروب وثبت الأجل وإن شاء الله نويته صيام غدا من رمضان يقوله مع بعضها كده كنا نسمع أجدادنا يقوله كده علشان يبقى إيه لأنه يدخل النية من بعد غروب الشمس فيروح لضمهم على بعض كده هم عشان بعد كده لو فطر ونام وراحت علي نوما وما فايتش النية يبقى نواعها كل يوم فاتبالك يبقى النية عند الشفعية يجب أن تكون كل يوم لماذا؟ لأن كل أوم عبادة منفصلة ولا يقاص على الصلاة لأنك لا تنوي كل ركعة أنت بتنوي الدهر أربع ركعة في الركعة الأولى ما بتنويش في كل ركعة له قالوا لأن الصلاة إذا فسدت إحدى الركعات فسدت الصلاة كلها أما الصوم إذا فسد يوم لا يفسد ما يكسبقه وبالتالي يبقى كل يوم عبادة مستقلة أو طالما كل يوم عبادة مستقلة يبقى كل يوم ينفرد بنية ده رأي الشفعية والنية يكون محلها القلب لأنه هو يقصد في قلبه في لحظة من غروب الشمس إلى ما قبل الفد إنه حيصوم بك يعقد في قلبه ولو عمل عمل يدل على هذه النية يعني إيه حط العشب توع الصفرة وغطاه ودخل ينام على أساس ما يقوم يقوم يوضى بالصحور يعني فرح نام صحي بعد الفد يبقى دناوي واضح أو مثلا قال لهم هي أنا حدخل نام شوية وصحون يتصحر ونام مصحووش يبقى دينية لأنه العادة العادية إن الإنسان ما بيقومش بالليل يأكل قبل الفجر اللي يعمل عادي من ضمن الحاجات اللي بقول لا لك أنا بقى عند المصريين لو راحوا اشترى زبادي نين لأن المصريين أول ما يعرف أن رمضان بكرة لازم اشتري زبادي طبيع هو فول دي طريقة المصريين يبقى طالما طالما لقيته إيه أنا كنت الزمان بعرف أن رمضان بكرة عارف إزاي أبقى ماشي في الشارع في آخر ليلة في شعبان وكان عربيتي لكان الراديو فيه عطلان فكنت أعرف إزاي ألاقي الناس اشتريت زبادي يبقى بكرة رمضان وأنا سائل العربي أول ما لقى الناس يقفوا جابة زبادي وماشي في الشارع يبقى كل سنة طبيع بكرة رمضان عادة الناس لا تجلب الزبادي بالكميات دي في الليام العادية يبقى مجرد شراه نين لأنه كأنه يستعد أو يقف طابور على الكنافة من خذ بالك وهو العادة أن لا نقف طابير على الكنافة إلا في يام رمضان بس يبقى كلها نواية تختلف باختلاف الأعراف يعني لو عمل أي فعل يدل على أنه حيستعد لصيام بكرة وهي اسمها نية يعني مش شرط النية يقول نوايته صيام سيمتنز إياك في الفعل نفسه لكن الأفضل أنه هو يستحضر نية الفرضية يبقى النية بالقلب فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا لأن النذر برضو فرد واجب يعني أو قضاءا لأنه ده برضو فرد أو كفارة لأنه ده برضو فرد يبقى عندنا أربع أنواع من الصيام الواجب كمضان والقضاء والكفارة والنذر كده برضو هم ده أربع أنواع من الصيام الواجب يبقى في الحالة دي طالما الصيام الواجب يجب التنية تكون قبل الفتر يسموها تبييت النية طالما الصيام الواجب فلابد من إقاع النية ليلاً ويجب التعيين في صوم الفرد كرمضان أي يعني يقول نوايته صيام غداً من رمضان مش شرط يقول الفردية من رمضان لكن مش شرط يعين في الكفارة نوع الكفارة يعني ممكن يقول نوايته صيام غداً كفارة كفارة يمين كفارة زخار كفارة قتل خطأ مش مشكلة عن ذلك مش شرط يعين نوع الكفارة لكن لما يبقى رمضان يعين إنه دي رمضان واضح؟ ويجب التعيين في صوم الفرد كرمضان وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نوايته صوم غداً عن أداء فرد رمضان هذه السنة لله تعالى تحفظ ديلاً إن دي أكمل نية عند الشفعية بحسن إيه؟ تبقى صحيحة على كل وجوه المذهب نوايته صيام غداً من شهر رمضان هذا العام والثاني الإمساك عن الأكل والشرب الثاني حاجة الإمساك عن إيه؟ عن الأكل لا، ليس الأكل، ليس الأكل، ليس الأكل، ليس الأكل، لأن الأكل هو المضغ وانت مش ممنوع أنك تنظر، قعد قبلع في ريئك ومضغ ريئك، ما تبطرش، لأن الأكل هي حركة الفكين، اللي هي المضغ، إنما الأكل، اللي هو الأكل نفسه، اللي هو المأكول، يبقى الأكل هو المأكول، والمشروب، والثاني الإمساك عن الأكل والشرب، وإن قلّى المأكول والمشروب عند التعمل، فإن كان ناسياً وأكل ولو كثيراً، صح صو، لأنه رفع القلم عن الناس، سواء في الفريدة أو في النفذ، طالما أكل ناسي سيقوم صحش بكم، واضح؟ ده منذب الشفرين طب افرد أكل جاهلاً، إن كان جاهلاً معذوراً، ما يدرش، إيه الجاهل المعذور؟ هو الذي يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ في مكان بعيد عن بلاد المسلمين، ففاهم إن الصيام نية لكن يأكله إشرب، متصور كثيراً، فأكل جاهلاً، إنما الجاهل غير المعذور هو الذي يكون قديم الإسلام، ونشأ في بلاد المسلمين، يبقى حتى لو كان وهو جاهل، يبقى غير معذور، واضح؟ فيبقى أفطر وعليه القدرة يبقى الإمساك عن الأكل والشرب، وإن قل المأكول والمشروب عند التعامل، فإن أكل ناسياً لم يفطر، وجاهلاً معذوراً لم يفطر، إيه هو العز إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، وإلا أفطر، يعني لو كان ليس قريب عهد بالإسلام، وليس بعيداً عن العلماء، الثالث الجماع عمداً، وفي معنى الاستمناء، لو جامع برضو ذاكراً، فتبالك، لكن يفرن ناسياً زي الأكل والشرب، صوم صحيح، جامع ناسياً، يبقى صوم صحيح، وفي معنى الجماع الاستمناء، أي يفطر، وأما الجماع ناسياً، فكالأكل ناسياً، وكذا من الجاهل المعذور، برد، والرابع تعمد القيء، يعني لو تعمد أن القيء نفسه، يبه هنا يفطر، لكن لو غلبه القيء، زرعه القيء لا يفطر، فلو غلبه القيء، لم يبطلوا صومه، والله تعالى أعلى هو أعلى، ونقف عند هذا الحد اليوم، عشان بس عندنا فرح في الملك، وهو لو جرده جاي الغزب عنه، يبقى ما يأثرش، زي ما هو القلس، لو طلع في مقدمة الفم، يبقى يتفه، لو كان في مؤخر الفم، وابتلع وخلاص ما يدرش، والله تعالى أعلى وأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهدها الله إلا نستغفرك ونتوب إليك،